بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل عام 750 ميلادية تقريبا كانت صناعة الورق حصرية بالصين التي احتفظت بأسرار صناعتها لنفسها ومنعتها عن العالم وبعد هذا العام إذا بهذا السر يصلوا المسلمين والذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يكتموا علما عن أحد حتى لا يلجموا يوم القيامة بالجامع من النور فاستفادوا منه ونقلوا هذه العلوم للعالم ووصلت صناعة الورق لأوروبا بسبب أخلاق المسلمين وبسبب قوتهم في حصولهم على السر أساسا فكيف حصل ذلك؟ أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو والحلقة الرابعة من سلسلة الصين والمسلمين في معركة طلس الخالدة قبل البدء يرجى الدعم بإعجاب واشتراك تجيعا لنا على الاستمرار وعلى بركة الله نبدأ تكلمنا في فيديو سابق عن أعظم قصة عز للمسلمين على حساب الصين وقلنا كيف دفعت الصين الجزية للقائد المسلم قتيبة عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي آنذاك بعد أن فتح الأمويون كاشغار وتواغل وراءها فتجنب الصينيون الاشتباك مع المسلمين المباشرة وكان ذلك عهد الإمبراطور شوانزونغ الذي حكم حوالي ثلاثة وأربعين عاماً واعتبر عهده العهد الذهبي لأسرة تنغ والتي قلنا أنها حاكمت الصين منذ عهد النبوة واستمرت أسرة تنغ في الحكم حوالي ثلاثمائة سنة من ستمائة وثمنتاش إلى تسعمائة وسبعة ميلادية لتعاصر الخلافة الراجدة والأموية والعصر الذهبي من العباسية أيضاً وكان شوانزونغ هو الذي شهد انهيار الأمويين وسعود العباسيين بعد الصراع الإسلامي الدامي بينهما فكيف تعامل مع الموقف؟ وهل حاول أن يغسلوا أصمة العار عندما دفع الجزية للمسلمين الأمويين؟ لم يكن الوفد الإسلام المرسل يعود لقتيبة مع جزية الصين حتى وصلت أنباء موت الخليفة الوليد وتولي سليمان من عبد الملك والذي لم يكن على وفاق مع قتيبة مما تسبب في مقتل قتيبة لاحقاً في قصة نخصص لها فيديو آخر إن شاء الله فتوقفت الفتوحات شرقاً وكذلك الصين لم تبادر بقتال بل استمرت السفارات بين الجانبين منها سفارة سليمان لملك الصين وسفارات أخرى بعدها وصولاً للعباسيين كما نشطت الحركة التجارية وكان الصينيون يطلقون على العرب المسلمين اسم تاشي أو تاشي وتعني تاجع كما أطلق عليهم اسم أصحاب الملابس البيضاء في العهد الأموي ولاحقاً أصحاب الملابس السوداء في العصر العباسي كما تم بناء جامع في العاصمة نفسها شيان عام 742 ميلادية بأمر من الإمبراطور نفسه وقيل بل تم البدء ببنائه عهد سيدنا عثمان بن عفان عضي الله عنه كما نرى في هذه الصورة الجميلة لهذا المسجد الجميل رغم كل ذلك بقية الصين تدعم ثعماء القبائل من ترك ومجوز وحتى عرب للقيام بثورات ضد المسلمين ولكن الأمويين أفشلوها جميعاً وقبوا عليها ووطبوا أركان الدولة بفضل الله تعالى إلى أن ظهرت الثورة العباسية وبدأ صراعها مع الأمويين فاستغل الإمبراطور الصيني شوانزونك وتذكر هو نفس من دفع الجزية صابقاً استغل الفرق الإسلامية وأرسل سنة 1748 ميلادية حملة عسكرية بقيادة القائد جاوز يانزي للحدود الغربية للصين وقبل أن نتابع يجب أن نعرف وضع الدول المجاورة وقتها في آسيا الوسطى أولاً في هضبة التبيت المعزولة أصلاً جغرافياً تواجدت أمبراطورية التبيت التي نشأت في نفس عام نشوء سلال التنك في 618 للميلاد والتي كانت على الدوام حليف مسالم للمسلمين أما في الأعلى فكانت منطقة أتراك الكارلوك وهي منطقة كما نرى على الخريطة لونها الباهت تابعة للنفوذ الصيني ولكن شبه مستقلة أما المناطق الغربية منها فهي لتتمة القبائل التركية من ثانيات تورجش وغيرها وهؤلاء فاتلهم المسلمون في أوقات معينة أثناء الفتوحات لما وراء المهر وصالحوهم ودعموهم وكانوا حلفاء في أوقات أخرى ضد الصين كما رأينا في الفيديو السابق أيضا أخيرا في الوسط فرغانة وتشقند وكانتها تابعتين النفوذ الإسلامي كما نرى ولكن أيضا مع شبه استقلالية توجهت جاوس يانزي بداية للتيبت آخذا بعضا من أراضيها ثم زحف على الأراضي التابعة للمسلمين والتي بدأت تسقط بين يديه خاصة دويلات الصهد فاستعان به أمير فرغانة ضد أمير تشقند التركي فهاجم الجيش الصيني تشقند ودخلها وضمها لأراضيه في الوقت الذي بلغ فيه الصراع الإسلامي أشده بين الأمويين والعباسيين والذي انتهى في 750 إلى 51 ميلادية بانتصار العباسيين وصعود الخلافة العباسية بدل الأموية فلجأ أمير تشقند الجديد للمسلمين يطلب العونة ضد الصين وسرعان ما استجابت الخلافة العباسية للنداء خاصة وأنها أرادت استرداد هيبة المسلمين في آسيا الوسطى بعد التقدم الصيني فأرسلت على زياد بن الصالح الحارثي الذي تقدم بجيشه لسمرقند ثم لحقه أبو مسلم الخرى الثاني بقوات دعم إضافية خاف جيانس يانسي من تقدم جوش المسلمين فانسحب عائدا باتجاه الصين لكن جيش الإسلامي ووصل تقدمه بعد اندماج قواته تحت قيادة زياد ملاحقا الجيش الصيني ليصل إليه عند مدينة طلس قرب نهر طلس في تموز 751 ميلادية فصار الاشتباك حتميا ووقعت معركة طلس الشهيرة الخالدة المعركة الأولى والأخيرة بين جيش الصين وجيش المسلمين في التاريخ تقابل الجيشان بين نهر طلس ومرتفعات جبلية موازية له بتعداد بلغ قرابة 50 ألف لكل جيش وفي مصادر أخرى تقول أن تعداد كل منهما بلغ حوالي 100 ألف تكون جيش المسلمين بمعظمهم من العربي وبعض الفرس وحلفائهم من الترك التوركتش وغيرهم وكذلك قوات من حلفائهم من التيرت بينما تكون الجيش الصيني من صينيين بالأساس وحلفائهم من ترك الكارلوك والصغدين ومرتزق آخرين استقفى الجيشان بنفس الطريقة الرمات أولا خلفهم المشات ثم الخيال في الخلف والجوانب مع وجود القائد جاوز ينزيل للصين وزياد من صالح للمسلمين وبدأ الالتحام بترامي النبال والسهام والذي أظهر تفوق الصينيين فيه ثم بعد ذلك تراجع الرمات واشتبك المشات ولحق ذلك دخول الخيال من الطرفين ولكن لم تحسم كل الاجتباتات السابقة طيلة ثلاثة أيام الصراع بينهما رغم الخسار الكثير في صفوف المسلمين والتي بلغت قرابة عشرة أهلاك شهيد وذلك بسبب قوة الدروع الصينية في دباس الجيش الصيني كما نرى حيث كان جندي مغطى بالحديد بالكامل تقريبا ولكن مع بدء اليوم الرابع وقيل الخامس إن شقت فرق الترك الكارلوك في الجيش الصيني منضمة للمسلمين وبهغتت الجيش الصيني من الجانب بالترافق مع هجوم شامل للجيش العباسي من كل الأطعاف مما أدى إلى صحق الجيش الصيني بسرعة هائلة وتساقط جنوده قتلى في الميدان وهرب الجنرال جاوزينزي مع بعض جنوده قدروا بحوالي خمسة آلاف في حين دمر باقي الجيش الصيني بالكامل فقتل منهما يقارب ثلاثين ألف وأسر منهما يقارب العشرة آلاف جندي في يوم عظيم في تاريخ الإسلام أعز الله فيه جنده ونصرهم بفضله ومدد من عنده سبحان الله والحمد لله أما عن انشغاق الترك الكارلوك وانضمامهم للمسلمين فكان خطة منتفق عليها مع العباسيين لقلب موازين الأمور في المعركة إنما سبق كان علامة فارقة في التاريخ كله حيث توحد الترك كلهم مع العربي المسلمين في حلف تركي عربي ضد الحلف الصيني الصغري مما جعل الصين حتى اليوم تفقد الأمل في ولاء الترك لها إضافة أنه كسر تمدد البوذية التي كانت تمتشر بسبب النفوذ الصيني لمصلحة الإسلام الذي دخله الترك أفواجا أفواجا بعد هذا النصر الذي فرض الهيماد الإسلامية على أنسيا المصدر فوق هذا استفاد المسلمون من الأسراء العشرة آلاف صيني بأهم تقدم العلمي لعظتها وهو صناعة الورق المحتكر يومها من الصين حيث تعلمها العرب من الأسراء ونقلوها للعالم بعدها وهكذا يكون شوانزونغ الذي دفع الجزة لقتيبة بن مسلم عهد الأمويين هو نفسه من خسر المعركة الوحيدة في التاريخ بين الصين والمسلمين عهد العباسيين سبحان الله ولكم أن تتخيلوا أن عهد شوانزونغ يعتبر العهد الذهبي لأسرة تانك فقارنوا بين أعز ملوك الصين وبين عز المسلمين والحمد لله عليه لم يلبث الإمبراطور الصيني أن توفي في 756 ميلادية إثر اشتعال تمرد خطير في بلاده هو تمرد آن لوشيان تمرد دموي قتل فيه الكثير وبلغ الأمر وصول العاصمة نفسها وكادت أن تنهر الإمبراطورية حيث لم يقوى جيش تانك على قمعه فلم يكن أمام الإمبراطور الجديد سو زونغ وهو ابن السابق شوانزونغ ومن بعده ابنه دايزونغ غير الاستعانة بأقوى قوة في العرض يومئذن القوة التي غلبت الجيوش الصينية نفسها نعم هي قوة الخلافة الإسلامية فمن غيرها قادر أن يهزم جوند الصين خاصة أن التحالف مع خنات الأيغور الترك شمالا لم يكفي لصد التمرد فأرسل الإمبراطور الخليفة العباسية أبو جعف المنصور يطلب المدد وفعلا أرسل خليفة المسلمين جيشا لمساندة الصين انظروا هذه الجملة وهذا المجد الكبير الذي كنا فيه كان جيشا من حوالي أربعة ألاف مقاتل معظمه من العرب من أهل العراق مع بعض الفرس والموالي وبوصوله قالب الموازين رام قلة عدده واستعاد العاصمة شيان وأعاد الإمبراطور الصيني لها فتثبت حكم أسرة تانك مجددا لاحقا انتهى التمرد بالكامل في 763 ميلادية عدد من أسرة تانك والتي باتت الآن على علاقة ودية مع المسلمين بل وتم تعظيم الوافدين الأربعة ألاف وتكريمهم فاستقر هذا الجيش المسلم في الصين وتزوج من صينيات لينتج عرق مسلم من أصلاب عربية وأرحام صينية سمي عرق الهويهوي وهو موجود اليوم ويشكل ثاني أكبر عرق مسلم في الصين بعد الأويكور وهو عرق محبوب جدا من الصينيين حيث يعتبرون الهويهوي من أبناء الصين رغم الإسلامي بسبب مساهمة أجدادهم في قمع التمرد وجلب الاستقرار والحقيقة أنه في العهود اللاحقة بقي هذا العرق مندمجا مع الشعب الصيني وعانى معه وضحى معه لذا كما قلنا هو محبوب اليوم من قبل الصينيين وقد ذكرناه في الفيديو الأول وأنه مقيم في نينكشيا بموظمه ويعظى بحكم شبه ذاتي ونحقا استمر توافد المسلمين وجاءت وفود كثيرة من بلاد ما وراء النهر من فرس وغيرهم واستقرت وسميت ضيوف الهويهوي ثم اندمجت مع هذا العرق أيضا حتى بعد انهيار أسرتين ومقسام الصين لممالك كثيرة ثم صعود أسرة سونغ بعدهم كان لمسلمين احترامهم وتميزهم ومناطقهم في العاصمة والساحل الجنوبي وكثرت مساجدهم منها مسجد الأصحاب في تشوانشو أو مدينة الزيتون على التراز العربي القديم كما نرى ويقال أن في حجر مكتوب عليه اسم مؤسسه وهو تاجر عربي يدعى عجيب مظهر الدين واستمر الوضع المسلمين على من هو عليه من الرتم جميل مع دخولة أسرة جين على الخط أيضا إلى جانب سونغ إلى حوالي 1205 ميلادية حيث الحدث الذي غير الحلم وهو ظهور جنكيس خان والذي اشتاح جيوشه آسي حرفيا بما فيها الصين ليتغير الوضع تماما لكن هل إلى الأسوأ أم إلى الأحسن بالنسبة لمسلمين بالنسبة لمسلمين الصين هذا ما سنرأه في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى فانتظرونا ننطركم وشكرا لكم على استماعكم في هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أعجبك الفيديو نرجو الدعم بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته